سلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتعود معاكم ان بعد كل مباريات لمنتخباتنا المغرب والجزائر وتونس ومصر بنتكلم في فيديو بيبقى لذيذ كده عن الافضل الافضل افضل لاعب افضل نادي او افضل منتخب افضل مدرب كده يعني فوالله بص يعني مجذبش عليكم يعني مفيش المنافس بيبقى مش تمام بصراحة تونس مع احترامي ليها ما بتلعبش سنغال ولا كدفوار ومع ذلك كانت مش تمام مصر برضو يعني معرفش بتروح لرحت موريتانيا ما راحتش عالجون هي الكرة اللي تلعبت عالجون الكرة بس اللي جات داخلت جون شنوى انقذ يعني احنا عشان اقول الافضل دي لازم يبقى المنافس بتاعك يعني فعلا بيبقى عليهم القياس ان احنا ناخد درجة او نقول فعلا المنتخب كان مميز ولكن برضو هتكلم اولا هتكلم بس على تونس الواحد حزين على مستوى جدا يعني لفيه اهمال في الدوري تونسي وكنت انتابعه حتى مش قادرت تتابع الدوري تشوفه في انهي قناة دي برضو غريبة جدا ايوة كان فيه ظروف كان فيه ظروف وان شاء الله تونس ترجع افضل من الاول لكن الجدعة لبقى انت تتفوق على الظروف دي يعني تونس معروفة طول عمرها بنجومها الفنانين عندهم مواهب عندهم عينين يعرفوا يختاروا لعب مميز انا شايف المنتخب فيه مجملات المنتخب فيه لعبة كتيرة مش جاهزة خالص يعني منتخب مصر منتخب مصر المطشين مع موريتانيا مفيش اداء جماعي يعني المدافعين بيدفعوا في مكان والمهاجمين بيهجموا في مكان مفيش ربط مش زي مثلا المغرب تلاقي مثلا اشرف حكيمي مع اوناحي وبيكمله كهجوم الناحية التانية الزلزولي مع بن صغير سنائي اللي اتنين لا ما شفت السنائيات في مصر برغم ان انا راجل مصر هبقى متحيز لمصر اكتر على فكرة بس ما شفتش كده المطش الاولاني ترزيجي انقذنا وخطف هدف بعد شرط اول كان سيء جدا ترزيجي انقذنا بهدف وبعد كده محمد صرح جابي الهدف التاني برضو المطش التاني احنا كنا تعادل شرط التاني مورتانا كانت احسن وراحوا على الربيعة انقذ كذا كورة طلحها كورنا والشناوي انقذ هدف اكيد اكنه اخطر من ضربة الجزائي وجبنا هدف اخر دقايق من ابراهيم عادل من بعيد او الجون كان متقدم لان كانوا بيهجموا علينا جابه هجون فيعني مصر مفيش اي ابداع او اي متعة يعني ولكن اهو كسبنا المطش الاولاني وكسبنا المطش التاني الجزائر والمغرب يعني من رأيي هما الافضل الجزائر والمغرب الجزائر كسبوا لعيبة جديدة كانت بالماضي بيعاني ان عايز لعيبة جديدة عايز لعيبة جديدة يعني ما كانش في سبات المراض ان حاسس ان الجزائر لعيبة جديدة اخدوا بقى الوقت بتاعهم مثلا زي سعيد بن رحمة سعيد بن رحمة كان معه بالماضي قوليل اول ما يلعب ممكن ينزل عشر داية ولا حاجة لا سعيد بن رحمة بياخد وقت كبير فانتاجه بان بداوي وشام بداود صراحة رائعة ليه خد وقته خد فرصة غويري لا مهاجم مهاجم حريف خد وقته حسام عوار كاندوس الحارس كاندوس الحارس تقلق المباراة لانه ما كانش ملعب قبل كده لما لعب لا اغلت غلطتين كده في الشرط الاول لكن الشرط التاني كان هو نجم المباراة فدي من يعني اللي نقوله للجزائر ان الجزائر اللعبة الجديدة بتاعته لأ منورة وطبعا في لعبة كتيرة ماشاء الله جديدة نورت يعني المغرب شوف دياز ابراهم دياز مصاب وغايب زياش برضه فيه اصابة او غايب لكن اللي موجودين عفريت ما شاء الله منتخب المغرب والركراكي تتحسب له دي ان عنده فرقتين عنده فرقتين اللي يلعب فيهم احسن من التاني بصراحة عندهم مواهب وناحي مع حكيمي عاملين جبهة سنائية بالعمري مع الزلزولي مع بن صغير فيه جبهة هو ده اللي ما شفناهوش مع منتخب مصر لما شفتش فيه مع منتخب مصر في المطشين فيه سنائيات اتعملت فيه لعبة مثلا وانتو مع اتنين زمايل اتقررت لا ما شفتش لكن شفته اناحي مع اشرف حكيم فيه اشرف حكيمي رقص له جوه عملها الاناحي واناحي رح تطهاره اشرف حكيمي رح مسجلها جول فيه سنائيات بتتلعب فالافضل انا شايف ان الجزائر والمغرب المغرب تتفوق شوية عشان اللعب الجماعي لكن الجزائر برضو من الافضل لان فيه لعبة كتيرة اكتسبت الثقة جديدة وده اللي كان ناقص الجزائر ان كان عايز جيل جديد ودلوقتي الجيل الجديد بيلعب وبياخد الثقة اهم حاجة مش لعب جديد وخلاص لا لعب جديد بياخد الثقة والمغرب طبعا ما شاء الله في السنائيات والفرمة العالية واللعيبة كمان الجديدة ما شاء الله عليهم شكرا